بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم. اما بعد. ده الفيديو التاني في تعريفات المنهج. وبكده يبقى احنا هنجوه خلصنا كل جزئية التعريفات كلها. التعريفات دي لو انت مكنتش معانا يعني عبارة عن اتناشر امتحان كل امتحان عشرين جملة لانه جايب كل التعريفات اللي في المنهج بلا استثناء. وده شيء محترم يحسب. لو ركزت فيها سيتك فما فيش تعريف هعدي منك ان شاء الله. اول سؤال في الاخت رقم سبعة. اول سؤال يقول لك انك تشتري حاجة بسعر رخيص. عاية تركز جدا لكلمة دي معناها يسلم الشيء للشخص المختص. معناها يقابل بالصدفة. دي معناها يحفر ومعناها ينقب عنه. طب دي معناها يلتقط شيء من على الارض معناها يوصل لواحب العربية معناها يشتري بسعر رخيص. يبقى الكلمة دي لها تلات معاني. انك تقبل فكرة جديدة بحماس. اه او فكرة او اعتقاد او رأي. يبقى دي اللي هي اه اه امبريس. امبريس دي اصلا معناها يحضن في الحالة دي هنحة تسوي كلمة اه امبريس دي معناها يتبنى اه يتبنى او يقبل فكرة فهتسوي الدبط. طيب الجملة لقم تلاتة. او سامسينج تو سامون انك تدي شيء للشخص اللي في السلطة. الشخص المسؤول. دي معناها انك تسلم. ويسلم دي اللي هي هاند ان. نمبر بي. اتفاقنا ان ان معناها يلتقط شيء من على الارض. معناها يوصل شخص بالسيارة. وبيكب معناها ي اشتري شيء بالسعر الرخيص. معناها دي معناها يحفر. انك تلاقي حاجة بالصدفة تقابل بالصدفة اللي استخدنا بنحكي عليها هي. طبعا انت عارف ان دي ممكن نحط مكانها تلات كلمات تانين. اللي هي الاولينية تقابل بالصدفة. الكلمة دي برضو معناها يبقى انت عندك تلات كلمات بنفس المعنى. الجملة رقم اه خمسة. انك تساعد طفلا في النمو اللي هي معناها تربي. وربي يعني ونفس الكلمة معناها يرفع. طيب الجملة نقم ستة. انك تقابل اشخاص اه ان يكون في بينك وبين اشخاص في العمل اجتماع او مناقشة لقضية معينة. يبقى دي اسمها تبليه عشان هو قال لك تسجست عشان تقتلحوا افكارا. يعني تنعصفوا ازهانكم بافكار. يعني يقيم يعني يستمر لكن فيه اللي معناها ينفز يعني يحلل. بنقول ان الشيء ده بيكون ايه? لما يكون هو جيد بس صعب انك تقوم بابست معناها يزعج ومعناها منزعج. يعني قلبي معلق بشيء يعني انا اريد ذلك الشيء تماما. فرمنا وقلنا الان فصاعدا لكن زي فورت يستحق الجهد المبزولي. وبما ان فيه جهد مبزولي يبقى ده صعب بس زيادة قيمة. انك تقطع شيئا الى اجزاء يبليت شب. اللي معناها يقطع الى اجزاء. اللي هالفايضان. وعادي بتعرف ان كلمة دي معناها يغمر. ممكن نحط لمكانها كلمة اللي معناها برضو يغمر. يعني ينظر للخلف يبص وراء ومعناها ينظر للذكريات الماضي. معناها يبتهج لو يهتف. انك تكون مسؤولة عن شيء او لديك مسؤولية شيء معين يبقى دي طبعا ما يفعاش مشكلة ابلاه يطبق وابلاه ما تنساش ان معناها يطبق شيء يطبق نظرية مسلا ومعناها ينطبق على او يسير على انت بتقول القوانين تسير على الجميع يبقى ابلاه دي تستخدم دي معناها يغرم بمبلغ من المال دي معناها يعيد يعني معناها اه يعيد على شيء مكتوب باسمها الحاجة التانية كلمة معناها يتبع يعني ولما نقول معناها يرجع السبب في شيء لشيء انك تغير من نفسك عن طريقة انك تبدأ اوظيفة شيء اخرى يبقى معناها يبقى او يظل ولو قلنا زي البقايا او الاطلال انك تأجل شيء معين انت عارف ان كلمة يعني يؤجل يبقى وما تنساش ان زيها كلمة اللي معناها يؤجل برضو طيب اتفقنا بكده معناها ينوع ومعناها يتنوع طيب يبقى ينوع معناها يرفض معناها آآ يقل ما تنساش الكلام ده يعني يقيم انك تسترح تستريح او تسترخي لفترة قصيرة دي ليه طبعا انتفقنا يؤجل يعني يحقق يعني يرفع ومعناها يربي ومعناها يجمع مالا ومعناها يطرح سؤالا معناها آآ يعني يستريح او ياخذ راحة يبقى ومعناها كمان يطفق يبقى معناها يطفق ومعناها ياخد راحة يستريح بتسوي تيكا في رقم اربعتاشر بقولك انك تزود في رقم وعدد او كمية يبقى اللي معناها يرفع اللي هي رقم آآ من معانيها يرفع طيب الجملة اللي بعد كده بقولك انك تحكم على مدى جودة شيء معين يعني تقيمه اللي هي يعني يعني يعزف زهنه او يولد افكارا يعني يستمر اللي بتسوي كلمة اللي هو المدونة انك تكتب حاجة على مدونة يبقى اللي هي يدون وكلمة اللي معناها مدونة هي نفس كلمة اللي معناها يدون اللي هي رقم ايه معناها انك انت تفحص شيء معين او تفكر فيه بحيث تفهمه يعني انت كده بتحلله اللي هي كاري اون يستمر بل هاش علاقة يعني يقيم يعني يعصف زهنه طيب في تمنتاشر انك تستمر خد بالك يعني كاري اون انك تمدد ايدك ورجلك يبقى اسمها انك تكلم بفخر شديد عن قدراتك وامكانياتك وانجازاتك وحلامك وطموحاتك يبقى بوست اللي معناها يتفخر طبعا ما تنساهاش لسه اغدونا حالة اللي معناها يتمدد ويمدد ينزل للخلف او ينزل للماضي شير يبتهج او يهدف طيب الجملة اللي اه او الامتحان اللي بعده كبه الامتحان رقم تمانية اول سؤال بقول لك او ان is something that tests strength skill ability especially in a way that is interesting هو الشيء اللي بيختبر قدرتك وامكانياتك خصوصا بشكل مسير اللي هو التحدي ده اللي هو القدوة الحسنة او القدوة value اللي هو القيمة inspiration اللي هو الهام job is a job that someone only does for some of the working day يعني بتشتغلها بعض الوقت يبقى part time is a person who works in an office الشخص اللي بيشتغل في المكتب اللي بنسميه كليرك اللي هو الموظف المكتبي او العامل المكتبي طيب رقم اربعة is a man who has agreed to marry someone الشخص اللي وافق ان هو يتزود من شخص اخر اه هو الرجل اللي يتوافق ان يتزود من شخص اخر ده من half brother لو اخ كليرك الموظف بنفاكتور اللي هو الوصي fancy اللي هو الخطيب او الخاطب الولد يعني اللي خطيب اخيرها اتنين ايه is someone who is the son of one of your parentis هو الشخص ده هو واحد او هو ابن واحد من ولديك ابن الاب وابن الام واحد من اتنين يعني اللي هو half brother is the quality of doing something will and effectively without wasting time money or energy هو انك تعمل حاجة بشكل متقن من غير ما تضيع فلوسك يبقى efficiency لا الكفاءة لكن الامتاجية التأجيل او التواني هو التقدم فاللي بعدها في سبعة بقول لك is the act of delaying something انك تأجل شيء بما اني يؤجل يبقى على طول وتروح مغامة دينك واخدها دي منها التأجيل او التواني is the rate at which goods are produced المعدل اللي بننتج به البطائع يبقى الانتاجية اللي اسمها productivity means facts or signs that show clearly that something exists or is true هو حقائق او اشارات بتثبت لك ان الشيء ده موجود اللي هو مدام حقائق واشارات يبقى الدليل strategy اللي هو استراتيجية اللي هو الاولوية اللي هو المدونة او يدون هو القسم اللي بيجد الناس عشان يشتغلوا في الشركة اللي هو اسمه اللي احنا بقى قبل كده قلنا عليه رقم ايه الشخص اللي بيكون مهتم بالحصول على وظيفة معينة يبقى ده المتقدم للوظيفة اللي هو اسمه ده اللي هو الشخص المتدرب اللي معناها برضو الكلمة دي معناها مستجد كمان معناها يعتقل تقت كلمات دول اللي هما المخلوقات يعني البشرية اللي هو الموارد البشرية قسم موارد البشرية في الشركة وكده طيب السؤال اللي بعد كده بقول لك هو الشخص الشخص اللي بشتغل في شركة لفترة قصيرة علشان يحصل على خبرة في العمل الى المتدرب اللي اسمه طيب رقم تلاتاشر الحوادث الكبيرة او المصائب يعني اسمها للكارثة هي من الموارد البشرية اللي هو اللي هو التدريب ملخص لتعليمك وامكانياتك اللي انت خدتها يبقى ده زي ما اتفقنا للكاريكلا مفتاعي دي معناها كارثة ما تنسهاش زيها زي كلمة وزيها زي داستر يعني بعد كده لتدريب لما شخص يشتغل في شركة عشان ياخد خبرة بس ده الاسمه بتدريب اخو بقى لك زهول في يعني طول اليوم يبقى طيب اللي بعدها سبعتاشر بيقول لك معناها الشخص يبقى اللي هو المخلوق البني ادم الشيء اللي انت بتعتقد انه هو اكثر اهمية ومحتاج تركيزك واهتمامك قبل اي شيء اخر يبدأ الاولوية اللي هو اولوية اولوية انك تعمل الشيء ده اولا قبل الشيء الاشياء الاخرى معناها انك تايما تكون في مود سيء سعيد غيور يعني مقنع اللي هي معناها متأفف هي دي هي فكرة كويسة عما يتعلق بما زيب انت تفعله وما تكتبه وما تقوله خصوصا اللي انت بتاخدها فجأة من حد تاني يبقى ان اللي هو الالهام ندخل بعد كده عن تحرق رقم تسعة برضو اه التعريفات اول واحدة في رقم تسعة هو الفهم البسيط او البدائي لما يعني لكيفية قيام الاشياء او كيفية حدوث الاشياء. ويصدم دي الحكمة ما اتعلمه من الايام. الخبرة. اللي هو لها معناين. لو احنا قلنا ممكن نستخدمها بمعنى التوظيف. ممكن نستخدمها بمعنى وظيفة. وممكن نستخدمها بمعنى استغلال. يبقى كده تعتمعيني. يبقى اللي هو الفهم او الادراك حتى من قعناها جده في معناها. معناها تعمل حاجة على عشان توحدث اختلاف. عايزك تعرف ان كلمة دي دي المقابل دايما معها كلمة سعب. ما تلمحها كده عارف انه عايز كنتروبيوشن. من هال معرفة اللي انت بتكسبها من الحياة. المعرفة اللي تاخدها من الحياة. يبقى لما شخص بياخد فلوس عشان يشتغل شغلانا. دي اسمها التوظيف اللي هو اسمه او التعيين. طب خمسة. اه اه مكان ليه مكان ليه اهمية تاريخية. يبقى ده اسمه اه المثل اسطورة قصة يعني موقع اسري اللي هو مكان جزب السياح وريمينز البقايا. طب يا مصر ليه ما نخد شيء. هو المكان اللي الناس بيينجازبوا اليه. زي برج خليفة. ما هوش تاريخي ولا حاجة ما هوش قديم بس الناس بتروحه. طيب. لكن معناها مكان اثري موجود من زمان وهو تاريخي. يعني معناها انه قديم جدا. ستة هو عبارة عن مبنى مهم او شيء مهم يعني ميناء طبعا. اللي هو المعبد اللي هو العلامات البارزة وكل معمود. هوا جزء من المباني او الاشياء اللي بيطرق. بعد ما البقية كلها بتدمر او تختفي. يبقى دي البقايا اللي اسمها ريمينز. بولك هو مدينة اللي فيها ميناء هاربور الميناء بتركن فيه الصفن. يبقى دي بورت لرقم اي. طب هو الفرق بين بورت وهاربور بورت اللي هو المدينة الساحلية. لكن هاربور الحتة اللي السفنة بتيجي توقف عندها تدعى عند البحر. المكان اللي الناس كتير بتروح تزوره ده مش بالضرور ان هو يكون فيه اماكن محدش بزورها. طيب يبقى معناها مكان اسري قديم. له قيمة تاريخية. لكن هو مكان الناس بتروح تزوره. طيب بعد كده هو المبنى اللي بيستخدمه لاغراض يعني دينية يبقى كده المعبد اللي هو ومن اسمه كده معبد يعني بيتعبده فيه فهو مكان ديني. هو الرأي او الشعور اللي انت بتكتسبه عن شخص معين بسبب الطريقة اللي هو بتحرك بها وبتكلم بها ده لانطباع. دي معناها الافتتاحية. وهذا بتعرف ان الافتتاحية دي بيكون في كلها بتكونش حقائق كلها بتكون طيب اللي هو البداية. يعني بداية جيدة لشغلانتك او مشروعك. دي معناها المتابعة. ودي ممكن نستخدم ها باكتر من معنى. فيه فيلم نزل في عام الفين وتسعة. حلو? فيلم نزل في عام الفين وتسعة منه الجزء الاول. دي في الفين وتمنتاشر نزله الجزء التاني. فده الجزء التاني عبارة عن فول اوب للجزء الاولاني. ده رقم واحد. فيه اصدر ويندوز نزل اسم سفن. ويندوز ايت. ويندوز تن. فالتن عبارة عن فول اوب لسيفن و ايت. حاجة تانية. لما تكون انت مريض وتروح لدكتور ريكش عند الدكتور. فيقول لك تجيل ان شاء الله كل اسبوع تلات مرات. عشان تعمل ايه? عشان تعمل فول اوب. يعني تعمل متابعة يعني كل شوية تابعك. دي استخدامات مختلفة لكلمة فول اوب. طيب. هو المرض اللي بياثر على الناس في منطقة واسعة من العالم او في العالم كله. اللي معناها افتاحية. اللي هي معناها بداية. لانطباع لكن خبالك في معناها وباء عالمي. اللي احنا بنسميها جائحة. لكن في كلمة اسمها دي معناها وباء محلي. مرض انتشر في مدينة معينة اسمه بالعالم كله هو حاجة بنعملها عشان نتأكد او نثبت على ان الاشياء اللي عملناها قبل ذلك كانت ناجحة او فعالة يبقى دي المتابعة اللي اسمها فول اوب. ليه علاقة ببداية بزنس جديد? وانا عادي تبقى خربوش وانت تقرأ التعريف. اصلا قال لك بزنس يبقى دي ستارت اوب. هو الشخص اللي بشتغل كويس. كعضو في الفريق بما ان عضو في الفريق يبقى هو الشخص الذي يحسن العمل في فريق. طيب داعي بكرة القدم. اللي هي الصحافة ما تنساش ان كان في حاجة اسمها لصحفة المواطنة انك تصور فيديو وتنشره على اليوتيوب. تصور فيديو وتنشره على الفيسبوك انت كده بقيت صحفي. طيب لو صحفي. طيب بعد كده رقم اه مش حالف رقم كم صحفي ارقام المهم. ومن اللي بعد كده بقول لك اه نقط از طول صالد اه اه بوست. بص وقال لك ايه? بنستخدمه عبارة عن عمود كبير بنستخدمه عشان نمسك به المبنى. كتزيين زينة. الميناء. معبد. لانمورك على مبارزة اكيد كولم العمود. وفي الحتة دي مدمه معناها عمود خرساني فحيصوت الميتبلر. حاجة معروضة للبيع بسعر اقل من القيمة بتاعتها فهي اسمها ولما يكون في حاجة تشتريتها بسعر اقل من من سعرها اسمها وممكن تقول لي وما تنساش ان في معناها معروض للبيع بسعر الرخيص لكن في كلمة اسمها فور سيل عايزة تركز في كلمتين دور عشان الكلام ده احنا قلناه بكده وهو ذات قيمة عندك فور سيل وعندك سيل دي معناها معروض معروض بسعر اقل لكن فور سيل معناها للبيع بسعر الطبيعي العربية تمنها مية وتمانين الف واحد بيباحها بمية واربعين تمام يبقى دي كده اسمها طب الواحد بباحها بمية وتمانين زي سعرها الطبيعي فدي اسمها معروضه للبيع طيب الجملة اللي بعد كده اللي هي يبدو انها تمانية مش عالف او حاجة تمنتاشر لا دي تمنتاشر بص عشان توقف المياه خبالك التعريف ممكن يكون في كلام كتير ما انتاش فهمه بس في مدلول كده بتخطفه وتفهم منه عشان يوقف المياه باداة دام اللي هو السد بالموضوع تاسبع كلمة دام معناها سد ومعناها يحجب يعني لا تحجب دموعك عيط يا باشا قدرة انك تستخدم معرفتك انك تستخدم معرفتك في الحياة عشان تعمل قرارات كويسة الحكمة هي دي طبعا الخبرة اللي هو التوظيف اللي هو الادراك او الفهم انت طبعا بتقول لي هنا قدرتك انك تستخدم انك تعمل قرارات يبقى انت حكيم حتى بيقال حكيما في قراراتي هو المقدار الاساسي او المعدل الاساسي للمعرفة العامة العملية مدامها معرفة وعملية يبقى ديها طب اللي هي معرفة المعرفة الحياتية او الخبرة الحياتية مساهمة اللي هو اه اتجاه الوظيفي طيب الامتحانة اللي بعد كده هو رقم عشرة اول جملة اقول لك انك تنتج او تحقق كثيرا يبقى دي اسمها وما الفردي مستحيل يعني الشيء عام انتشر بتخليك تشعر بمشاعر قوية يبقى الشيء ده او زي ما اتفقنا قبل كده هنقول او نقول عليك كمان ما ننسهاش لو هتنسوا دي عشانها مهمة يبقى انت عندك اربع كلمات بنفس المعنى اموشنال اللي هي جاي منها دي اموشنال موفينج توتشنج افكتنج وما انتشاني فيه كلمة كده افكش نتلي معناها بعاطفة ماي فاور هاجد مي افكش نتلي لقد حضرني ابي بعاطفة مينز كونفيدنت ان ايبل تو دو سينجس بيرسالف ان ير اون واي معناه انك انت واثق وبتعرف تعمل اشياء بنفسك وبتراتك الخاصة يبقى انت راجل كده يعني مستقل ومالسباسيفك معناها معين او خاص معناها شديد ومعناها فعال او مؤثر زيها ممكن نستخدم كلمة ما تنسهاش وعندك دي شديد بنجيب بعدها اسم فنقول اللي هي الحرارة الشديدة لكن فيه فرق بينها وبين اللي هو للغاية فبنقول ونجيب بعدها صفة فنقول طيب اه بعد كده هكتب دي معلش كده سريعا عارفك انت مجنوع ومستعجل لكن يعني حار للغاية ديت اسم لكن دي صفة. نرجع بها الجملتنا بقولك ان الشيء اللي بيكون ايه بيخليك تعجب به لان هو لانه حجمه كبير جيد جدا ومهم يبقى ده الشيء اللي هو المؤثر لسه كنا بنقول عليه مؤثر او فعال طيب معناها مستمر للابد ومالوش اي نهاية يعني يبقى ده شيء اترنال طيب اه يعني ضخم او عملاقي يبقى لكن اللي هو جزء من الوقت من الوقت اليوم كامل او الدوام كامل اللي هو تافه معناها انه صحيح او مناسب لوقت معين لغرض معين اللي معناها مناسب دي معناها سكني يعني سكني يعني حاجة لايه علاقة بالمساكن بالبيوت ولو احنا قلنا معناها منطقة سكنية يعني كلها بيوت مفيهاش مصانع اللي هو دائم اللي هو مؤسسي وبالتالي الاجابة كده كلمة اللي معناها مناسب اللي معناها مناسب اللي معناها مناسب الجملة رقم تمانية في الامتحان ده بقول لك معناها ان الحاجة دي بتتقوم من بيوت خاصة ما فيهاش مكاتب ولا مصانع يبقى ده ما كان سكني زي ما كنا لسه بنحكي حالا يبقى الصفة معناها يستمر في في الوجود او التواجد لفترة طويلة او او للوقت كله في المستقبل يبقى دي رقم واحد معناها مؤسسي يعني دائم مناسب طبعا دائم عشان هو بستمر للوقت كله بتكلم عدد من اللغات تعاني ترجم دول بقى معناها متعدد الثقافات متعدد اللغات بتكلم لغتين بتكلم لغة واحدة او انت في الجملة بالتواجد بتكلم اكتر من اللغة يبقى ده اكيد شخص متعدد اللغات يبقى طب حدواشر مش شخص مين اللي بكون عقلاني كده وما بخليش المشاعر اتحكم فيه بقى تشغل عنده شخص عنده تزان يبقى هو اللي هو الشخص المبتزن معناها ان فيها ناس ذات عادات وتقاليد مختلفة واعتقادات مختلفة طيب ده معناها مونولينجوال لا مونولينجوال دي لغة وباي لينجوال اللي هي علاقة باللغة برضو ومالتي لينجوال اللي هي علاقة باللغة برضو لكن مالتي كالتشورال الثقافة والاعتقاد وكده الصفة مين معناها سترونج ان اس فري ديفكلت تو تشينج معناها الشيء ده قوي جدا ولا يمكن تغيره صعب ان احنا نغيره اول واحدة كده معناها معرفة او مشهور معناها راسخ والشيء الراسخ يصعب تغييره اللي هو معناها واضح معناها مركب او معقد معناها شيء له علاقة بالمنظمة وكيف انه اجزاء عناصر المنظمة او يعني اه اقسام المنظمة اللي تعمل يبقى شيء منظمي لانه قال لك ليه علاقة بالمنظمة يعني معناها كده من تنظيمي من معناها انه مستمر لفترة طويلة من الوقت يبقى دي حاجة من دول يبقى انك تدور على كلمة بيرمننت او لونج ترم الشيء اللي بيكون ايه ده شيء مهم جدا لانه بيخلي حياتك تبقى مختلفة يبقى بمعنها يبقى مغيرات للحياة اه بعد كده معناها الشيء ده بيستخدم لغرض واحد فقط يبقى الشيء ده مكرس لغرض واحد فقط يبقى مكرس سيلفش دي اول ما تظهر معناه ان هنا يبقى ناني الابر تقولنا معقد معناها محركة المشاعر لما يكون الشيء ايه ده معنها ان الناس كتير تعرفوا يبقى الشيء well known اللي معناها معروف معنها ليه علاقة بي العمل بتاع ادارة الشركة يبقى administrative اللي ما دم ليه علاقة بmanaging الصفة describe something beautiful and possibly old بتصف شيء آآ قد جميل وربما انه يكون قديم يبقى الشيء ده خلاب بيكتشارسك اللي معناها خلاب او جميل طيب الصفحة اللي بعد كده او السؤال اللي بعد كده اللي متحنل قبل الاخير يعني حداشر بقول لك هو الشيء اللي بيكون جيد ومثير وشيق اللي الناس بتعتقد او انت اتشاف الناس يعني لابد ان يرونه الشيء ده اكيد اسمه لابد ان يرونه يعني شيء واجب رؤيتهم هو شعور انك انت فخور بشخص وبشيء حد حققه لو انها الفخر طبعا معناها فخور جاب اللي هي الفجوة اللي هو المجال وما تنساش ان كلمة معناها مجال ومعناها توليد يبقى هو يقول لك هو شعور انك انت فخور يبقى ده الفخر مش حين فقول لك فخور هو شعور انك فخور يعني فالفخره شعوره انك فخور اذا ممبر اوف يور فاملي هوليف ده الون كتاين مجو عضو في اسرتك كان عايش من زمان اللي هما الاجداد انسيسترز بترت دي معناها وطني انسهاش معناها الاصول او الاجزاء الرئيسية بتاعت حاجة كانت موجودة زمان زي العادات والتقاليد والافلام دي كلها روت اللي هو الجزر او الاصل المظهر يعني حالة وامباكت واثر وتأثير فاحنا هنا قلنا روت اللي هو الجزر ولما تنساش اني كان بيقول لك ان ماني المال ازا روت او 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 هو اساس كل الشرور السؤال بقى الخامس از اه از او عبارة عن قصة قصيرة بتعلم الاطفال بتدرس الاطفال درس اخلاقي ما دم موضوع في درس اخلاقي توح انت واخد فيه بالعطول وما لقيه ليجيند ليجيند قصة اسطورية بتحكي عن حد في الماضي احداثها بتكون حققية وممكن يكون فيها احداث مهبودة برضو طيب اللي هي الاسطورة اللي هي علاقة بالمعتقدات والافكار وكده طيب مجموعة من القصص القديمة الاسطورية يبقى لو علم القصص الاسطورية يعني طيب بعد كده سبعة عبر حجر ضخم مبنى حجر ضخم بعملوها عشان يحطوا فيها جسم جسمان شخص اه كبير في السن يبقى ده اللي هو مقصود بطوم المقبرة اهم جزء فيه شيء معين اللي هو الحداثة البارس فيه وما نتعلم ان احنا نستخدمها كفيرب وكاناون كفيرب معناها يبرز هو المكان اللي انت بتمشي من خلاله عشان توصل لمكان اخر اكبر يبقى ده الممر الاسمه جيتواي لكن مصيليام ده اللي هو المقبرة دام لو السد وهي لايت يعني يبرز هو من تكون كشخص يبقى ديها هويتك اللي هي اسمها identity لكن قبلة القدرة اللغة برضو اللغة اللي هي اللغة الام يعني واللغة الثانية هنا اللغة الام لكن هنا ملاغة السانية هو اللغة الاولى هي اللغة الاولى بتعلمها كطفل اللي هي اللغة الاولى يخد بناها انت قليلi يبقى Santi الشيء اللي بيكون ايه ده معنا得 lions جدا او ملحوظ جدا يبقى ده شيء يعني واضح. قول لك عشان تشفح بها قصة تاريخية يبقى مس. طيب اه وبكون فيها حاجات بالطبيعة. عشان نحكي بها قصة شخص. طيب ودي قصة حقيقية. لكن ليه مش قصة اسطورية. محد يختكسها يعني. طيب القصة بتحكيها لي عشان تديني معلومات عن حيوان ونباتات وتديني منهم مورال. is an old well known story. often about brave people. مدام بريف بيبل ناس شجعان يبقى ديليجين على الطول. طيب. is something that is living الشيء اللي بيكون عايش زي الحيوان والنباتات والقصة دي يبقى creature. situation in which you have to choose between two or more opposite needs. حاجة انت بتكون في موقف بتكون فيه عايز تختار بين حاجتين اتنين متنقضين يبقى الصراع اللي هو conflict. is a drop of liquid هو نقطة من السائل which comes from the eye بتيجي من العين يبقى الدموع اللي هي تير. 18. is a way of thinking about something especially one which is influenced by the type of person you are or by your experience. هو الطريقة اللي انت بتفكر فيها بالاشياء الاخرى اللي هي اسمها perspective اللي هو معناها المنظور. the end or final part of something. الجزء النهائي من كل شيء conclusion ختمة. how a person thinks and the emotions they feel. ماذا كيف هي شعور الشخص والمشاعر التي يمتلكها. تعال انت شو بقى mental health اللي هي الصحة الزهنية. آآ will being اللي هي السعادة. self care اللي هي العناية الشخصية او الرعاية الشخصية. burn out اللي هو التعب والارهاق والانهماك. ربوا لك how a person thinks. مدام يعني يعتقد يعني زهنيا فاكيد the mental health. بقى معناها امتحان واحد فقط اللي هو تست اتناشر وبكده كل اللي خلصنا كل التعريفات. اخر امتحان في الجزئية دي معناها ان هو معقد ومفصل وتم اعداده بشكل آآ دقيق ومنظم كمان يبقى الشيء ده اللي معناها معقد او مركب اللي معناها مكرس متركز لحاجة معينة معناها محرك للمشاعر. رقم اتنين بتكلم لغتين اتنين يبقى ده اسمه يبقى طيب واحد كتير سهل انك تفهمها يبقى يعني واضح يعني راسخ معناها انه من زمان. والنون معناها انه مشهور مسيطر. انك تصرخ عشان تشجع حد فدي اسمها اللي معناها يهتف. انك تتصرف بطريقة اخلاقيا صحيحة. وتظهر ان لديك معايير اخلاقية عالية. طيب معناها مكرم او 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 شريف. معناها متواضع. آآ معناها ثابت او راسخ او راسين زيها كلمة آآ ديب سيتد. معناها كريم. طبعا لما يكون انت معناها انك آآ عندك آآ معناها بطريقة اخلاقيا مقبولة. وتظهر انك لديك قدرة كبيرة من الاخلاقيات يبقى كده مكرم او مشرف ليها طيب بعد كده. آآ رقم ستة لما تفكر في حاجة حصلت في الماضي بانت بتنظر للخلف انك تعمل حاجتين اتنين مختلفين في نفس الوقت يبقى انك تجمع بينهم طيب تمانية معناها عضو مع اعضاء المجلس يبقى ولا 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 بص معايا بقى. اول حقيقة كده كلمة دي معناها مخلوق. حلو? كلمة تانية كلمة دي معناها خاتمة. فكلمة انتو لبرة تفكيرك اساساً ما لكش علاقة بينهم خالص. بقى معك اللي فيها اللي مناح عضو مجلس. عضو مجلس. ومش محتاجة علم. اللي اخيرها اللي فيها اصلاً جاء من كلمة اللي هو المجلس. فكاونسلر اللي هو عضو المجلس. طيب كاونسلر دي اللي هو المستشار. مين في دول بقى? يبقى كاونسلر رقم بي. طيب انك انت تغطي الارض بكمية كبيرة من الماء يبقى دي معناها يغبر لي اسمها فلاد. وقلت لك بتسوي كلمة فعشرة. انك ما تعتقدش انك انت اه شخصية شخصك يعني او افكارك ان هما مهمين بالنسبة للناس التانية وانك شايف نفسك عادي زيك زي الناس يبقى انت راجل معناها متواضع. وهنا ممكن تكون بتلخبط انت بين اللي هي رقم ايه اللي خدناها دي وبين كلمة معناها انك تتصرف بطريقة طبيعية ومقبولة اخلاقيا. طيب كلمة معناها انك بدا تتصرف بطريقة شايف نفسك زيك زي الناس. ان تشعر انك تفهم شخص وقضيته ومشكلته. كلمة يعني ينوي. اه اللي هو الطريقة او الاسلوب. معناها يفهم اللي بتسوي اللي معناها يتنطط. وحتى الرجل قال لك فتعريف الشيء بنفسه كده يعني. معناها مسلي يبقى مسلي برضو. دي معناها معناها كوني او عالمي اللي معناها متعلق بي. طيب ادخل على لقم تلاتاشر. معناها بيضم كل واحد في العالم كله او في مجموعة. معناها انك تحافظ على نفس السرعة او نفس الوطيرة المعتادة. معناها مشريف اه او مشرف معناها متواضع يعني ثابت او رسين. معناها انك انت او يعني انت غاضي ببقى كرس. هو اه يقول لك هو شخص قاسيا والذي ايه اه اه بروكن هارت معناها قلب محطم يعني ذات قلبي من الحجر قلب حجر يعني غير رأيه غير قلبه يعني قلب طيب طبعا هو راجل قال لك يعني قلبه حجر يبقى كده طيب رقم سبع طاشر معناها بطريقة لهيدا جدا ممتازة جدا يبقى معناها بطريقة اه مبهرة طيب بعد كده رقم تمنطاشر انك تكون تعبان جدا يبقى اه اكزوستد. لما تكون انت حيث حاجة لما تكون انت حيث حاجة معينة فتقول قلبي معلق بها يبقى نيجي بالجملة الاخيرة خالص في موضوع التعريفات ونحلها بنقول ايه عشان نوصف اكشن حدث بدأ في نقطة معينة في الماضي وفضل مستمر يبقى ذا من الان فصاعدا يبقى فرم ناو ان وبكده خلصنا كل التعريفات دي بس قبل ما مشي يعني معناها يستحق الجهد المبزول شيء صعب لكنه لكنه شيء ومهم معناها قلبي معلق يعني انا اريد دلك الشيء وابسط يعني غاضب وكده يا شباب يبقى احنا خلصنا عشرين امتحان على التعريفات كل امتحان سوري اتنشر امتحان على التعريفات سوري كل امتحان في عشرين يعني عشرين في اتنشر جملة وخلصنا كل الحروف الحمد لله رب العالمين وخلصنا جزئيتين في المهارات بقي معنا جزئية كمان يبقى انت كده حدودك احنا وشين من كل مكان في الكتاب علشان ما نكونش بنحل اختياري على الكلمات فقط هنخلص الجزئية الباقية في المهارات المرة الجاية ان شاء الله والباقي ده كله هلمه في فيديو واحد وهتبقى معنا القواعد بقى نستفرد بها هحاول في القواعد اعمل كل قاعدة في فيديو مستقل عشان لفي قاعدة معينة انت ملخبط فيها تروح مباشرة ندخل عليها ما تفضلش تسمع لما توصلها اوعد عدي فيديو السلام عليكم واتلا وبركاته